برضو الملف التالت اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو كل يوم راحت يصحى من النوم فلان الفلاني حيمشي من النادي الاهلي نهاية الموسم كل يوم انا خايف يوم اصحى يعني مع الاصابات اللي موجودة لو بقية اللاعبين اللي موجودين مشوا يعني حنعمل ايه طب حنلعب ازاي مش هنلاقي فرقة بقى نلعب بيه ده احنا مطلعين 2001 و2003 وفي نفس الوقت الاهلي بيتعاقد مع اللاعب الفلاني ويلبسوا تشيرت الاهلي ويقول لك في الحديث بشكل مستمر عن صفقات الاهلي الجديدة وعن قائمة الراحلين عن الاهلي شوية ميكي سوني وشوية انا لغاية دقاءة محدش يعرف رغاية دقاءة مين اللي هيمشي محدش عارف احنا لسه عندنا مباريات وعندنا دوري فضله عشر مباريات وكسأ جديد ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي فيه ناصل للمباراة النهائية مش معنى الحديث دايما على صفقات النادي الاهلي بس هو ليه محدش على فكرة فيه اندية اخرى بتجيب صفقات من فضل حضراتكم بصوا على الاندية الاخرى اللي بتجيب صفقات ومين اللي هيمشي من عندهم ومين اللي مش هيمشي من عندهم كل الاندية بالمناسبة مش النادي الاهلي بس انا لو حشوف الناس بتتكلم عن الصفقات التانية زي بتتكلم عن صفقات الاهلي ماشي هقول مفيش مشكلة رغم أنه غلط لأنه غلط أنه تطلع تتكلم عن صفقات النادي الأهلي أساسا يعني يعني النادي الأهلي أقول أن النادي الأهلي ما بيجيبش صفقات أو بيجيب صفقات زي ما أنت عايز تقول والأندال أخرى أفلع أفليل على الفرقة يا جماعة دا كلام دا عايز حضرك توصل إيه للناس لللاعبين ولكل الناس أنا لما هذا أقول أهلي حيمشي ميكي سوني مثلا يعني وإحتاجت ميكي سوني في المباراة اللي جاية معناها إيه كلام غريب جدا الحقيقة وبنشوفه دايما كل سنة وكل سنة بنرد عليه بمثل هذه الأمور أنا بقول لحضراتكم قائمة الرحلين عن النادي الأهلي لم يتم منقشتها حتى هذه اللحظة رجل لسه جاي بيتعرف على كل اللاعبين حتى المعارين وكل الناس وفي النهاية مين حيمشي ومين حيقعدها بقرار مدير فني أكيد فيه صفقات قوية إن شاء الله يبقى فيه صفقات أنا معرفش ممكن أتكلم مع حضراتكم فيه الصفقة الوحيدة اللي أنا ممكن أتكلم عليه مع حضراتكم فيها صفقة وولتر هوج لعب السلة لأنه دي تم الإعلان عنها وبالتالي أقدر أتكلم عليه ولكن هناك سرية شديدة على الجميع الحقيقة ما أعتقدش أن حد عارف مين الصفقات إلا لجنة التعاقدات المكلفة بهذا الأمر غير كده الموضوع بيبقى استهلاك إعلامي يعني غير مجدي أو غير مفيد للنادي الأهلي تكلموا عن 17 فريق آخر غير النادي الأهلي عندهم صفقات بالمناسبة إنما ليه النادي الأهلي لأنه هذا هو التوقيت وطبعا ده كله بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي بيعمله بيحاولوا دايما يفكروا بهذا الشكل وبهذا الأمر أن أنت وقع النادي الأهلي تغلب ماتش فأغبط أغبط أغبط عشان توقع النادي الأهلي مش هيحصل أبدا بوجع النادي الأهلي رياضيا يعني أقصد لأنه في الرياضة يجب أن يكون التنافس في الملعب في الملعب إن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة في المباراة المهمة جدا جدا اللي حنلعبها أمام فريق مصر المقصة وربنا يكرمنا لأنه فيه برضو موضوع بس مش هتكلم فيه دلوقتي هتكلم فيه بعد نهاية هذا الشهر هتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع بعد نهاية هذا الشهر إن شاء الله لأنه الواحد بيشوف حاجات والله بيسمع حاجات عن حاجة بتحصل كده مش هتكلم عنها دلوقتي غير لما إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه والنهاية الشهر تيجي ونشوف بعدها حنقدر نتكلم في هذا الأمر إزاي حاجة أخيرة الحقيقة قبل ما أتكلم قبل ما أطلع فاصل أستعرض أخباري نادي الأهل وقال لكم القائمة اللي أعلانها سوارش لمواجهة المقصة كان فيه تسريب من المفترض أنه كان ما بين كابتن إبراهيم نور الدين اللي حكم مباراة الأهل والجونة وأعضاء الحكام المعاونين له إنهم كانوا بيقولوا إن فيه ركل الجزاء كان يستحقها حسام حسن ولكن إبراهيم نور الدين قال ماشي 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 ده وفقا للتسريب اتحاد الكرة طلع نفي الكلام ده بشكل رسمي خلينا يعني الحقيقة برضو سمعنا التسريب وما أعتقدش برضو خلينا نقول للينا واللي علينا يعني خلينا نمشي دايما صح ده مش سوط كابتن إبراهيم نور الدين أنا بقول أقول للينا واللي علينا عشان بحدش يطلع يقول لي أنت طول النهار وطول اللي بتهاجم الحكام لا خالص أنا بقول لحضرتك إن فعلا ده مش سوط الكابتن إبراهيم نور الدين وإن ما حصلش والتحاد كرة القدم نفى هذا الأمر خدوا بالحضراتكم لأنه التحكيم جزء مهم جدا 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 في عالم كرة القدم عموما آخر حاجة بس عايزة أقولها لحضراتكم إن دايما لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي تتكلم وتقول حاجة واحدة بس نقطة ومن أول السطر إسأل عالأهلي وبضرابهم هيقول لك وسع الأرض وتفايا عالأهلي من الأهلي ضغطوا من أول السطر ترجمة نانسي قنقر